حيث أعلن العميد الركن تركي المالكي وهو الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن أحد منسوبي الدفاع اليمنية أقدم على قتل ضابطين سعوديين وجرح آخر في معسكر للتدريب بمدينة سيئون بحضر موت وشدد العميد المالكي على أنه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع للقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة بالتنسيق مع الدفاع اليمنية هذا ونعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليم للعسكريين السعوديين الاثنين من أفراد قوات تحالف دعم الشرعية فاعتداء أحد منتسبي المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون بحضر موت ووصف العليم الاعتداء على العسكريين السعوديين بالإرهابي والغادر مشيرا إلى أن منفذه لا يمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم لقوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتها كما أكد أنه وجه بضبط الجاني وإجراء التحقيقات في حديث الاعتداء بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في التحالف ترجمة نانسي قنقر